ترجمة نانسي قنقر 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 وكيدا خلاص صارت لوحتنا الفنية جاهزة معانا الألوان والريحة تفتح النفس ونقول بسم الله ويلا ندوق عارفين شعور الانتعاش هادي هي السلطة المنعشة نعشوا قلبكم وجربوها وبالعافية علينا وعليكم اشتركوا في القناة اضفنا شوي من البقسمات عشان تتماسك معي اللحم المفروم نكور على شكل كور صغيرة ونحشيها من الداخل جبن مزاريلا نجهز الصاج والرش شوي من الزبدة ونبدأ نضيف كور من اللحم المفروم ونضغط عليها عشان تشكل معانا على شكل البرغر نحمرها من الجهة الثانية ونجهز الحين الصاص ثلاثة مكونات من المايونيز مايونيز الشيبوتلي ومايونيز الترافل الأسود ومايونيز التكا ونجهز الحين أحلى بورغر ما وصف لكم طعمه مره لذيذ وضفت كمان بطاطس العيدان وصار بورغر ملكي وبالعافية عليكم حل البودنج لذيذ مرة ما تخيلون لذات مكوناتها سهلة نغطس بسكوت الشاي في الحليب ونصفها في الصينية طبعا نسويت مقدار صغير نحط في القدر حليب وسكر ونشا وأخلطهم شوي بعد كذا أضيف صفار البيض وأخلط بعد كذا أحطها على النار لحد ما يثقل أول ما يثقل رح أضيف قطعة زبدة وأضيف الفانيلا وأطفي الحرارة وأخلط لين تذوب تماما أحطها على البسكويت وأدخله الثلاجة بعد ما أرتبها نجهز الشوكت حطينا الشوكت مع القشطة ودخلتها المايكرويف لحد ما ذابت وحطيتها على البودنج ورتبتها بعد كذا حرشيتها بفليك وزينتها بالتوت ودخلت الثلاجة وقدمتها بألف عافية